السلام عليكم يا معشر المطورين في فيديو جديد في هذا الفيديو سنرى كيف نقوم بانشاء صفحة مستخدم او واجهة مشابهة لهذه الواجهة سنقوم بتعامل مع او صور في الاندرويد كيف ناخد صورة من الحاسوب ونضعها في المشروع ثم نظهرها في التطبيق ثم سنرى كيف نتعامل مع البوتن وايضا كيف نربط اي عناصر الجرافيك بالجابا وكيف نتحكم بها وكيف نقوم بعمل اكشنز او كليك عليها اذا سنقوم في هذا الفيديو بانشاء هذه الواجهة فقط سيكون هنا موجود او صورة في وسط الشاشة وتحتها سيكون هناك مكتوب عليها عندما نقوم بالضغط على سيظهر لنا او ما يسمى في الاندرويد بي توست مكتوبا عليها هلو يو كليك ادمي اذا لا ننطلق في انشاء هذه الواجهة سنضغط هنا على بري فيو لنرى الواجهة عندما نقوم بالتعديل على الكوت من ثم سنختار هذا الرياوت كالروت او المودية سنضع في وسطه الدالة الخاصة بالصور وهي الامج الامج اذا سنعطيها المقيس اي الويد والهاي الطول والعرث سنعطيها مثلا مئتين دي بي وفي الطول ايضا مئتين دي بي ثم سنعطيها السورس من اين سنجلب هذه الصورة بالنسبة للان لا نملك اي صورة في المجلد الخاص بالصور والمجلد خاص بالصور هو كما قلنا في الدرس الثاني والثالث قلنا ان المجلد خاص بالصور يسمى اذا سنقوم بجلب صورة من الحسوب سناخذ هذه الصورة مثلا افاتر ضطي انجي سنعود الى الاندرويد ستوديو نضغط نضغط بالكليك اليمين على ثم نقوم باست او نقل اوكي سنحصل هنا تحت على افاتر ضطي انجي هذه الصورة اذا نعود هنا الى الاكس امل نكتب اندرويد تو بوينت اس ارسي اي اس ارسي وهي الاتريبوت الخاصة بي اي سورس ثم نكتب االت واسم المجلد السناد منه الصورة وهو درويد سلاش اسم الصورة من دون ان نكتب دوت بي ان جي او دوت جي بيج هذا ليس ضروري بما ان هذا الانِلنية يوجد دوت بحرارة كان هنا اعرضنا وضع بوتن تحت الصورة فقط اجب ان ان نكتب بوتن واعطاها مقيس الخاصة مثلا راب كونتين ثم نكتب تكست وهذا التكست الخاص بها كما نرى فان البطن جاءت تحت الامage view وهذا لان linear layout عمودي نعرضنا ان نجعل الامage view والبطن في وسط الشاشة يجبه فقط اذهب الى linear layout وتحديد الـ gravity. android. gravity ثم center. اذا عندما نضع android. gravity يكون الامage view والبطن كلها في وسط الشاشة. كما نرى فان هذا ليس صعب. قمنا فقط بوضع linear layout. ووضعنا في وسطه image view وبطن. في الفيديو التالي سأريكم كيف نقوم بعمل توست او اليرت عندما نقوم بالضغط على البطن. ما ثم كافية تربط العناصر الجرافيك بالجابا. لكن قبل ان تمر الى الفيديو التالي ارجو منك الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد والضغط على الزر الاعجاب وترك تعليق ان لديك اي استفسار.